السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة منذ الثامن اكتوبر العام الفين واثنين مع مملكة اسبانيا فحكومة مدريد لم تكتفي بادارة ظهرها للشعب الصحراوي المحتلة ارضه حتى انغمست في حملة تبرير لموقفها المخزي في نظر الاسبان قبل غيرهم وهو ما يتنافى جملة وتفصيل مع التزامات البلد الاوروبية القانونية والاخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم التزامات ضرب بها بيدرو سانشيز وسلطات بلده عرض الحائط تحت مسويغات واهية واهنة وهن الاحتلال المخزني واراجي فيه بدعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة ما اقبلت عليه اسبانيا اسوأ مما اقترفته في الصحراء الغربية في عهد الحركة الاستدمارية وهو المستعمر التقليدي الذي ذاق الشعب الصحراوي الاعزل ويلاته مرتين مرة باحتلال ارضه لعقود وما خلف ذلك من جرائم ضد الانسانية ومرة بتسليط احتلال مناول مخزني بغيظ على رقاب الصحراويين وتمكينه من ارضهم دون وجه حق لا حرج هنا في الثالثة كون مدريد وبإقرار شهادات تاريخية وازنة تماطلت بل تجاهلت متعمدة حق شعب الصحراوي في الاستقلال بعدم التمكين له في استفتاء تقره الامم المتحدة وشرائعها ولوائحها يقرر من خلالها الشعب ذاك مصيره كباقي الشعوب ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة